السلام عليكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعلمنا التوحيد ويعلمنا أيضا أن لا نلجأ إلا لله سبحانه وتعالى وحده في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك إلى آخر الحديث اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفترة هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله ورضاه والمحدث البخاري المزر الصحيح البخاري الصفحة أول رقم ميتين وسبعة ورابعين خلاص تحكم حديث صحيح التخرج خرجه البخاري تحت رقم ميتين وسبعة ورابعين ومسلم تحت رقم الفين وسبعة وعشرة يعني حديث في أعلى درجة الصحة ولكن سعيد فودا يعلمنا الشرك بالله وأن نلجأ إلى غير الله وإليكم الدليل من منشوره في صفحته على الفيسبوك كما رأيتم يا إخوة شوفوا سعيد فودا في مشور في حسابه الشخصي سنة 2020 يقول يا رسول الله نلتجأ إليك في هذه الظروف الشديدة يعني في الظروف الشديدة لا يلتج إلى الله لا ملجأ ولا منجأ لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه هذا في تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن في تعليم المشرك سعيد بودا يا رسول الله نلتجأ إليك في هذه الظروف الشديدة شفت يا إخوة كيف يظنون أنهم يمسون عظمتك بكلامهم وأفعالهم ولا يعلمون أنك أعظم بكثير مما تسول لهم أوهامهم شفت يا عباد الله فمن نصدق سعيد فوذا المشرك الذي يعلم الناس الشرك وأن تلتجأ إلى غير الله الله هو كان به الأولى أن يقول اللهم إن نلتجأ إليك أو نلتجأ إليك في هذه الظروف الشديدة فأعداءك يسئون إلى رسولك اللهم فانتقن لرسولك فين قوم ضعفاء لا قوة لنا أو يقول كما قال سيدنا نوح اللهم إني مغلوب فانتصر لا التجأ إلى المخلوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فمن نصدق ومن نتبع سيد الخلق يعني سيد ولد أبن آدم سيد ولد آدم عليه السلام الذي يعلمنا أن لا نلتجأ إلا إلى الله أم سعيد فودا الذي يعلمنا الشركة وأن نلتجأ إلى غير الله والله المستعان هؤلاء القوم بهت قوم أهل شرك ثم يقول لك ليش تكفرهم ليش تقول أنهم مشركون سبحان الله نحن لا من نقول عنهم شيء كل ما قلناه هو إما في كتبهم أو في صوتياتهم أو في منشراتهم فألا أدري كيف يعني والله المستعان